وكان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قد وصل إلى الرياض اليوم لحضور المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على سعود حفظه الله في مقدمة مستقبلي سموه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي كما كان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض والشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وسمو أمير دولة الكويت وجلالة ملك البحرين في موكب رسمي إلى مقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ترجمة نانسي قنقر